السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزائي طلاب دار الثقافة الاهلية. الطحية طيبة. آآ النهاردة هنعمل مراجعة كده سريعة على الفصل التاسع. آآ انا شايف اختبار الفصل اللي موجود في الكتاب. آآ اختبار الفصل التاسع. آآ مغطي والله يعني عنده مسألة كده على كل درس. تعالوا مع بعضينا كده نشوف آآ تنوع الاسئلة ونشوف السؤال رقم واحد. استعمل المنقلة لقياس الزوايا الاتية وصنفها الى حادة او منفرجة او قائمة او مستقيمة. طيب نشوف اول مسألة. الزوايا رقم واحد طبعا انت هتمسك المنقلة وتحطها على الرسم اللي عندك. تزبطها زي ما احنا متعلمين زبطة الرسمة. ونبدأ نقيس قياس آآ آآ الزاويا. هي طبعا واضحة انها من غير قياس. واضحة انها قائمة. قائمة تسعين درجة بالزبط. يعني السؤال رقم واحد اجابت ان الزوايا قائمة وقياسها تسعين درجة. طيب. رقم اتنين. نشوف اتنين كده محتاج. آآ لا دي لازم منقلة لازم نجيز بالمنقلة. هي طبعا نوعها ايه دي? حادة ولا مفرجة ولا قائمة ولا مستقيمة? هي شباب. عيوة زاويا حادة. زاويا حادة. قياسها كامس تعمل المنقلة وجيز. وتطلع سبعتاشر درجة. زاويا حادة. نشوف رقم تلاتة. طبعا واضحة اللي عاملة زي الخط المستقيم دي اسمها زاويا مستقيمة. ودي قياسها بيكون كام يا شباب. حط المنقلة عندك في الكتاب وشوف قياسها اطلع مية وتمانين درجة. ودي زاويا مستقيم. طيب. شوف السؤال اللي بعده. اه تلال. قدر قياس سين في الصورة المجورة. انا شايف فيه سيارة موجودة على تل كده او مرتفع. عامل زاويا صفرة كده من تحت هي شايفينها واضحة. اهل هي زاوية سين الزاويا دي. بتضع المنقلة على الرسم. وشوف قياس الزاوية الصغيرة جدا دي. هتطلع كام درجة? خمستاشر درجة تقريبا. خمستاشر درجة تقريبا. طيب. شوف السؤال اللي بعده. صنف كل زوج من ازواج الزاويا الاتية الى متتامتين او متكاملتين او غير ذلك. مين يفكرني بالزاويتين المتتمتين? اه. الزاويتين المتتمتين مجموعهما مية وتمانين غلط. مية وتمانين غلط. مجموعهم تسعين. الزاويتين المتتمتين مجموعهم تسعين. طيب المتكاملتين اه. المتكاملتين 180 المتتمتين 90 والمتكاملتين 180 الشكل المرسوم في رقم 5 زاوية واحد وزاوية اتنين الوضع اللي موجود عندك زاويتين جنب بعض على مستقيم معناته 180 درجة دول زاويتين متكاملتين زاويتين متكاملتين هاي بنشوف اللي بعده ها زاوية 3 وزاوية 4 واحد يقول لي ده في مربع مرسوم جوه الزاوية انت عارف ده معناه ان الزاويتين دول مجموعهم كام يا شباب المربع ده كام 90 درجة قياسهم 90 درجة وطبعا طالما 90 يبقوا ايه متكاملتين لا مش متكاملتين صح يبقوا متتامتين المجموعهم 90 متتمتين وال180 متكاملتين مش عايزين نلغبط بينهم طيب طلعت متتامتين نشوف السؤال اللي بعده صنف كل من المثلثين الاتيين الى مختلف الاضلاع ومتطابق الضلعين ومتطابق الاضلاع مختلف الاضلاع كل اضلاع مختلفة واضحة حتى من الاسم طيب متطابق الاضلاع كل اضلاع متتابقة جميع اضلاعه متتابقة يعني كلها نفس الطول طيب متطابق الضلعين آه لأ متطابق الضلعين بيكون في ضلعين زي بعض والثالث مختلف طيب تعال نشوف أول رسمة الرسمة اللي موجودة معايا مسلسة هو موجود من برة وحطت شرطة 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 باللون الأحمر تلت شرطات دول معناها أن التلت أضلع متطبقين تلت أضلع متطبقين يبقى ده مثلث متطابق الأضلع يا سلام مسلس متطابق الأضلع طيب نشوف اللي بعده نفس السؤال برضو هنا مديني أرقام ده سهل خلص الأرقام ده بيبواضح 1 8 سنطي 1 8 سنطي 1 11 سنطي فيهم واحد مختلف وفيه تنين زي بعض يبقى ده مثلث متطابق الأضلع لا الحداشر مختلفة متطابق الضلعين متطابق الضلعين طيب نشوف السؤال اللي بعده أوجد قيمة سين في المثلث المجاور آه ده مثلث إحنا خدنا في الدرس ده مجموع قياسات زوايا المثلث كام يا شباب من يعرف مجموع قياسات زوايا أي مثلث 180 درجة 180 درجة لو طلعنا مع بعض في الرسمة اللي موجودة أنا عندي ثلاث زوايا طبعا في المثلث أكيد ما اسمه مثلث يعني في ثلاث زوايا زاوية 23 زاوية 34 وزاوية سين عشان تجيب حضرتك قيمة السين دي لازم تطرح مجموع الزاويتين اللي عندك من 180 طب الأول نجمعهم 23 زايد 34 بكام نحطهم تحت بعض 3 زايد 4 سبعة 2 زايد 3 خمسة بل إجابة 57 بقيمة سين هتطرح 180 ناجس 57 كام هتكون 180 ناجس 57 حطهم تحت بعض وستلف ما تنساش هتطلع 123 درجة 123 درجة طيب تشوف السؤال اللي بعده أوجد قياس الزاوية لام في شبه المنحرف المجاور طبعا هنا اختيار من متعدد مديني أربع اختيارات 110 الباق 100 الجيم 90 أدى العشرين ودي رسمة موجودة معاك تعالوا نشوف مع بعض ده شكل رباعي مجموقة يا ساتذ زاوية الشكل الرباعي كام يا شباب الرباع غير المثلث مجموقة يا ساتذ زاوية الشكل الرباعي ها 360 درجة طيب استنى علي يعني أنا هجمع الثلاث زاوية اللي عندي واترحب من 360 عشان أجيب اللام بس أنا ما عنديش ثلاث زاوية أنا عندي واحدة بس سبعين فين الاتنين التانين اي الاتنين التانين تحت موجود مربع في كل زاوية المربع اللي على اليمين تحت كويسه كان ده معروف 90 والمربع اللي على اليسار تحت موجود كان برضو 90 يعني عندي زاويتين 90 تسعين وتسعين دول كده مية وتمانين نجمع معاهم السبعين مية وتمانين زاية سبعين تطلع ميتين وخمسين درجة اطرح بقى يا الله عشان تجيب كم تلام اطرح 360 طرح ميتين وخمسين تطلع كم اية قيمة في دول 360 نقص ميتين وخمسين هتطلع تطع تحت بعض وطرحها فاش اي استلاف تطلع مية وعشرة درجة مية وعشرة درجة طيب شوف السؤال اللي بعده صنف كل من الشكلين الرباعيين المبينين بالصورة ادنى زي ما انتوا شايفين الصورة لارضية غرفة كبرها لكم في شكلين مرسومين الف وباق الشكل الف في مربع في كل ركن فيه يعني واضح ان زواياق قائمة نفس الكلام في الشكل باق برضو ما هو زواياق قائمة برضو لكن الالف كل اضلع متطابقة والباق لا الباق كل دلعين متقابلين متطابقين طيب في الشكل الالف كل اضلع متطابقة يبقى اسمه ايه؟ ايه واحد جول مستطيل مربع يا سلام والشكل باق هو باق اللي مستطيل ليه؟ لان كل دلعين مختلفين عن الدلعين التانيين الدلع اللي فوق اللي تحت نفس الطول يمين ويسار نفس الطول والقاعدة بتقول ان كل دلعين متقابلين متطابقين يعني لهم نفس الطول يبقى الشكل الف مربع وباق مستطيل الف مربع وباق ايه؟ مستطيل طيب تمام الشكل الف مربع الشكل باق مستطيل نشوف السؤال اللي بعده اي العبارات الاتية غير صحيحة بناء على الاشكال ادنى مديني اربع اشكال زي ما انتوا شايفين تعالوا كده نسميها الشكل العليمين اول واحد عمل زي المربع لكن مائل ايه معين يا سلام معين الشكل التاني خلونا للاخر الشكل التاني دخلنا في التالت تالت شكل اللي هو ده اهو اللي في النص ده مربع طبعا لان اربع زوايا قائمة والاربع اضلع متطبقين طيب الشكل الاخير اللي على اليسار طبعا واضح انه ايه؟ مستطيل في ضلع متطبقين جدام والتانيين متطبقين غيرهم طيب يبقى اللي على اليسار مستطيل اللي جنبه مربع اللي على يمين خالص ها؟ معين نيجي للشكل اللي في النص ده فاكرينه شباب كان اسمه ايه؟ ها؟ شبهة منحرف شبهة منحرف طبعا واضح ان كل الاشكال اللي مرسومة عندي مضلعات مظبوط واضح ان كل الاشكال رباعية ورباعية دي يعني مجموع كياسات زواياها كام؟ مجموع كياسات زوايا الشكل الرباعي كام؟ 360 درجة طيب نشوف الاختيار الخاطئ هنا اول واحد يقول لي جميع الاشكال الرباعية تب او ده صح؟ جميع الاشكال الرباعية صح؟ هو مش عايز صح هو عايز تكون العبارة غير صحيحة يبقى لقوله ما تصلحش معايا التانية كل هذه الاشكال مضلعات اه طبعا كل شكل من هذه الاشكال مضلع طبعا يبقى رقم بقى صحيحة عشان كده مش هينفع اختارها هو عايز الخطأ رقم جيم كل شكل من هذه الاشكال متوازي اضلاع وده اللي غلط زي ما انت شايفين مش كلهم متوازي اضلاع لان على اجل الشيء فيهم واحد على اقل شيء منحرف مالوش علاقة بمتوازي اضلاع خالص طيب اخر شيء مجموعة كاساتهم مجموعة كاسات زوايا كل شكل من هذه الاشكال سوى 360 درجة وده صحيحة برضو يبقى احنا الاختيار الخاطئ عندنا لن نجرى السؤال تاني كده فوق اي العبارات الاتية غير صحيحة بناء على الاشكال فغير صحيحة عندي جيم اللي هي كل شكل من هذه الاشكال متوازي اضلاع طيب نشوف اخر سؤال برضو يا شباب مش عايزين ننسى القدرات سؤال اهو على القدرات او سؤال من خطة حل المسألة بيعتمد على الرسم لو استعملت خطة الرسم في السؤال ده هتطلع معك سهلا خالص نجرى مع بعض 13 الرياضة يخطت جاسم لاستعمال مخاريط برتقالية اللون لتعيين حدود ملعب مستطيل طبعا احنا عرفينه المخاريط البرتقالية اللي احنا في حصة البدنية دي عرفينها طيب لتعيين حدود ملعب مستطيل الشكل وسيضع على كل ضلع خمس مخاريط طب ما سهل يا استاذ هو المضلع مستطيل هحط خمسة على كل شكل خمسة وخمسة 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 هيطلع أربع خمسات بكم أربع خمسات بكم بعشرين بالزبط هيطلع عشرين طيب بس هنا بيقول لي ضلعة هيضع على كل ضلعة خمس مخاريط من ضمنها مخروط واحد عند كل ركن من أركان الملعب فما عدد المخاريط اللازمة لذلك يعني هنحتاج كام مخروط في الشكل بحيث خلي بالك هيحط في كل ركن مخروط انت عارف في كل ركن مخروط دول يعني هحط كام مخروط أربعة الأربعة مخروطين هتحطوهم دول هيخلولك كل ضلعة من الأضلاع فيه اتنين صح أو لأ هيبقى فيه اتنين كده عند الطرف يبقى عشان أكمل خمسة هحتاج أحط في النص ثلاثة مظبوط كده يبقى إذا أحتاج ثلاثة في الضلع και الأول وتلاثة في الضلع التاني وتلاثة في الضلع الثالث وتلاثة في الضلع الرابع عشان أكملهم خمسة زي ما هو عايز ثلاثة وتلاثة 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 باثناشر اجمع مع الاثناشر الاربع اركان بتاعتنا هتلاقي اثناشر زائد اربعة يساوي كام ستاشر مخروط ستاشر ايه مخروط وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي معانا والدرس نتمنى نكون غطينا كل جوانب الفصل مهم جدا يا شباب بعد ما تنتهي من مذاكرة مجموعة من الدروس كلام ده في اي مادة لازم بعد ما تخلص لازم تجمع كده كل الوحدة مع بعض عشان تربط الدروس مع بعضها والى لقاء في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته